طبعاً من بعد المظاهرات الأخيرة والاعتصامات والثورة ظهرت أشياء غريبة في بلدنا السودان في أشياء منها كانت موجودة لكن زاد الزيادة الآن وصارت بصورة بشعة وغريبة جداً وفي أشياء ما كانت موجودة ولا بنسمع بي أصلاً فظهرت برضو الآن وانتشرت من الأشياء ظهرت وانتشرت موضوع النقطة بتاعت الفنانات الفنانات ما عندهم شغلة وبعضهم ذاته يعني كأنه أهلهم متبرين منهم مين كده المعرفوا ليك خرطقة ومين كده الجبل ومين كده القلعة ومين كده ما عارف العشش والقماير إلى آخره بيشتغلوا شغل غريب جداً ويومي جايب اللينا فسوق وضلال والسبب الخلاهم يسويوا كده دارين ضيعوا الشباب شباب المسلمين دارين ضيعوا منهم منهم تب مرة واحدة ظهروا الليما دي كمان بحاجة يسمى النقطة قال في الحفلات أول شيء الحفلات كل فنانات نساوين يعني بيقى نادر واحد داري عرس ويعصي الله في عرسه يجب لفنان راجل بشنب دي كان الزمان بيقى تالآن كل فنانات نساوين ما الله بهم عليم كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واحدة شبه عارية وأشياء غريبة وبيقى تسوق النساوين في الحفلات هو الشغال أشياء كده بيقوا في فنانين شباب أولاد أشياء نجيبهم في الحفلات بيقوا هما يحاكوا النساوين واحد يرقص بي دبره بي وسطه واحد بيصوت يعمل فيها مرة ده كله أشياء القروش وشياء النقطة دي وشياء نجيبه والله ده كلام عجيب والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال ولعن الله المخنثين من الرجال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي سنة نبي داود جابوا الرجل قبضوا الصحابة وسلموا للنبي عليه الصلاة والسلام فقال ما له قالوا يا رسول الله مخنث قد خضب يديه بالحناء مخنث مشبه بالنساوين وبس حنن يدين وبس بالحناء قال فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة طردوا من المدينة كل كل تخيلوا زول باني بيت مثلا الليلة بمنفهم الليلة ومشتري عربية ومؤسس ودهك بيت عمه ودهك بيت خالته وأهله عشرته ساكنين جنبه ينفوه من بلده نهاي لأنه مخنث حنن يدينه بالحناء بس طيب حقنا الليلة ده الكيف الرجال فنانين الواحد عامل فيها مرأة يتلولو يتمايع ويصايع قال الأدب تافي يشبه بمرأة عشان النقطة البرموة القروشة البرموة دي وقروشة الحفلة البيت دولي يحاكي المرأة عديل والله ما تفرزوا من المرأة أبدا بل واحد قال ضارب حقنة عديل قال لونه أظن زي لونه ده وغمت شوية قال ده يبقى لونه أبيض زي الخواجات قال بيضرب كل شهرين شو بلكلام ده كيف كل شهرين حقنة بستة ألف دولار انت عارف ستة ألف دولار دي كم الدولار بمتين وستين قول جنيها الليلة يعني ستة ألف الأربع ألف دولار دي بمليار وحاجة أكتر من مليار ونص كل شهرين بيدقابه حقنة عشان لونه يبقى بيض تخنيس وخيابة ومياعة وبطالة وقلة أدب ما عنده علاقة بالدين والإسلام ولا بتجبه السودانين والرجولة والشجاعة الاستهرباء السودانين بين الأمم وده ما غريب لأنه في علمانيين تافهين وسخين معليش لأنه والله الوضع بيزعل وبيخلل القلب ينقض دم شفت كيف واحد تافي علماني طبيب قلبه ربسر عامل خصى اللي شعره زي المرأ وجاء قال يا أخي ينبغي أن يكون في حقوق لجماعة اللي يعمل عمل قوم لوت ويزول ينكر عليهم قال ده يجرمه يجرمه منه مش اللي يعمل عمل قوم لوت لا 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 يجرموا ينكر عليه البنكر على على قوم لوت اللي بيقول لهم ده حرام يتغوا الله الله قال حرام في القرآن قال البنكر عليهم ده هو المجرم بحلوم اللواط قال يا ناس والله ده ما بيشبهكم سوداني من أرجل الأمم أنا ما بقوله الأمم التاني ما فيه رجال لا فيهم رجال وفيهم ناس كويسين من المسلمين لكن السودان من أرجلهم ومشهورين بالقوة والشجاعة والكرم والنخوة الخيابة من العلمانين دل دار يضيعوا الدين الليلة ويضيعوا الرجال حتى بتاعت السوداني الرجال ذاته دار يقلعون منكم يضيعوا وده أكبر دليل على أن العلماني دي أمر فاشل لا يصلح دينا ولا يصلح دنيا ما زي ما بيقولوا العلمانية من العلم كذابين يا ملاحدة وعلمانين ما من العلم العلمانية من الخيابة ومن الدياسة ومن البطالة ومن الكفر والإلحاد والنفاق والزندقة دي العلمانية الليلة وما شفنا لنا الليلة علمانية من علمانين السودان أو ملاحدة السودان أو شيوعين السودان صنع له إبرة والله يبقى العلمانية ما من العلم علمانية هدى شغلة عامل قوم لوط وجايبين بتاع قناة دي مين دبليو داك الخايب مين عبد الكريم واللجنو داك جايبينه في قناة اس اربع وعشرين لما لو صعاليك وصعالوقات وبنات ملقاطات جايبهم وقاعد يتكلم ويبينوا للناس انه داي بنات السودان عملات كده والله هذل ما بنات السودان الشغل دا جايبينه من بر من الكفرة والفجرة اسياد العلمانين واسياد الملاحظة في البلد المهم النقطة اللي بيعمل هو في الحفلات دي والقروش هل هي القروش البجدعوه في النساوين البغنن اول حاجة دا من المحرمات العظام لان الغنزات من الكبائر في المحرمات ما من الصغير اول نقطة تعرفها والدليل قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوى الله قال أولئك أصحاب الله هو الحديث دينه أولئك لهم عذاب مهين وكل زنب توعد الله صعبه بالعذاب الأليم أو باللعن أو القذف أو الخسف أو المسخ أو الترض من رحمة الله إلى غير ذلك فهو كبير من الكبائر لا هو الحديث الأصحاب عنده عذاب مهين كما في الآية الكريمة قال ابن عباس هو الغناء قال ابن وسعوت هو الغناء ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله عنه مجمعين قال ده هو الغنى الله قال أصحاب الغنى عندهم عذاب مهين فدل على إن الغنى ذا من الكبائر ومما يدل إن الغنى من الكبائر إنه ترتب على قذف وخسف ومسخ كما جاء في سنن الترمذ بإسناد صحاب الألبان رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ ثلاث حاجات قيل متى يا رسول الله قال إذا ظهرت القيان والقيان جمع قينة والقينة المرى البتغنى مين قلعة مين الجبل مين أركويت مين ما بعرف الأماب مين غيره مبدة النسوان اللافات البغنى ديل القينات ذاته الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الأمة دي قسف وخسف ومسخ في أمة ذاته ناس ربا حيخصفهم الأرض ويمسخهم ربما قرود وخنازيل ويقذفهم ربما من السماء كما قزف أبره وأصحابه بالطير الأبابيل والله إذا حيحصل والله حيحصل في هذه الأمة أمة الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول قال حيحصل قال في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ قيل متى رسول الله قال إذا ظهرت القيان النسوان البغنى إذا ظهروا بيحصل الخسف والمسخ والقذف في أمة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ظهرت القيان والمعازف المعازف آلات العزف والموسيقى والطرب برضو إذا ظهرت وشربت الخمور الثلاثة دل ظهرت ولا ما ظهرت ظهرت والثلاثة دل في الحفلات موجودة وزادوا لها النقطة كمان يرموا للفنانة القروش مليارات فنانة تافة سعلوقة سفيها مصورة كل راجل حاضنة بسصور نفسها الرجال حاضنين ونشرينه في الفيسبوك والواتساب واليوتوب فنانة سودانية أخوانا وكل أمتي معافة إلا المجاهرين يقبله ويحضنه ومصورين الكلام ده ورافعينه بفتخر به شبه السوفة والتافين ديل أشان يشوه سمعة الإسلام والمسلمين أولا ويشوه سمعة السودانين الثانية وده ما بيشبه الدين ولا بيشبه السودانين ده كله أشان القروش البرموة لهم دي سفيها واحد مشاء الداني سام باتر الآخر موديلة ظنه عشرين عشرين بطمانتاشر تزعتاشر مليار جنيه سوداني بعضه يقول لك نحن جعانين والعيش مافي والبنزين مافي لازم تجوع وبعد شوية مشاء البنزين والعيش مافي ممكن الهوى يكون مافي وحيحصل خصف ومسخ وقصف لأنه الآن ده بيقى حالنا خيابة ومعصية لله من الكبائر وكبائر كثيرة جداً وبطالة وصعاليك وصفها وبقى التنافس بالرجال الأعمال والتجار والناس الأغنية الله أداهم قروش إنه تجي الفنانة الفلانية السفيها الفلانية يقوم كل واحد يجيب قروش البرمي أكتر منه وما بحيث ذاته الفنانات ده لعصابة هم ذاتهم معاهم ناس تابعين لهم جاي معاهم في الحافلة بتاعتهم بتاعت الساون وكده بيدوروا بطاة قروش نفرين ثلاثة يجي يرموهم أول شي عشان يحمس الباقين يجرموا القروش زي بتاع الريحة كان زمان هناك في سوق بحري في المحطة الوسطى عنده شنطة بتاعت ريحة كلها ضربة كلها موزير ملقبة باي حبيبة ريحة كل الفتايل بايضة كلها أنا ما شد شفتها بيعني غير ما مرة مرات كتيرة معاهم ناس موزع لهم قروش أنا العارفين الرياح وعطور دي فارغة ساكت عنده ناس هو معاهم شركة موزع لهم قروش ملتفين حوله قريب خمسين نفر ده عنده ألف جنيه ده ألفين على قد دينا خمسطار ريحة في سوداني بيشتري خمسطار ريحة هو اللي عيش ما بيشتروا خمسطار عيش الريحة اشتروا العطر اشتروا خمسطار جر فت الريحة والله يبيملو كيسة كيسة النائلة وندا بيملو زود الواحد بيملو براو فتايل الرياح يلبيه ورا لما يلقى الناس فاتوا يلبيه ويجي يفرغه بالشنطة أنا جايه وبيعيني دلت عبعي الليو فما بعيد الفنانات دلت عبعي الليو ما في البداية بيجرموا القروش عشان باقي العورة والجهلة من التجارة الجهلة والأغنية عشان يجرموا للقروش شو ده قاعد يحصل شك ده يجي العوير داك قول ده مفتاح نيسان باتر العشرين عشرين طمانتاشر ملاد ليس فيها صعلوقة ياخد الله والقروش ديلا وديته هنا دار رعاية الايتام في الماء يقوله مسلا بس والأمثلة كثيرة كده مثال واحد أطفال مجهولين الأبوين الواحد لا عارف أمه لا عارف أبوه في البلد ده ربما ما يكون لاغي لون لقمة كسرة ولا لاغي لون لبينة اشربها في خشمه لو وديته أديته ليده الكام بيكون كيف أجروا لما أجروا أسألكم بالله تديها لوحدة صعلوقة سفيها عشان تسافها بها زيادة وصور نفس الرجال بيحضنوها بيقبلوها ده في اليوتيوب موجود لكن أنا أستحي أن أعرض لكم الصور والله عندي موجود فيا ناس اتقوا الله والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزولوا قدم عبد مهما كنت صالح ولا كعب لا تزولوا قدم عبد من عند ربه عز وجل يوم القيامة حتى يسأل عن خمس وفي رواع أربعين عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه شوفوا لما انجل المال بالذات السؤال فيه واثنين سؤالين من أين اكتسبه وفيما شنو أنفقه وعما عمل فيما علم الله بيسألكم من الكلام ده وبيسألكم من الأموال البتبعزق فيها على السفاة والصعلقات والصعاليك ثم إن الغنى ده أجمع الأئمة الأربع على حرمته أبو حنيفة قال حرام قال مجرد الاستماع له حرام والتلزز به كفر عديل قال ابو حنيفة الإمام مالك قال الغناء فسق ويفعله عندنا الفساق الشافعي قال حرام الإمام أحمد قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت النفاق في القلب فلا يعجبني دي أقوى للم الأربع أهتاني وين فاتقوا الله يا ناس وخافوا من الله سبحانه وتعالى هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم